أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين نبدأ في هذه الحلقة في باب آخر من أصول الكافي هذا الباب هو باب النهي عن الكلام في الكيفية الإنسان بعقله النظري يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى أو بتعبير أدق عقله النظري يدله على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أن الخالق منزح عن صفات النقص وأن له الصفات الحسنة صفات الكمال لكن حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى وكنه الذات حقيقة هذه الصفات سواء من صفات الذات أو صفات الفعل حقيقة ذات وحقيقة الصفات يستحيل للإنسان أن يتوصل إليها لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غير محدود والإنسان وعقله الإنسان محدود ويستحيل إحاطة غير المحدود بالمحدود إذا نريد أن نمثل مثل مادي لتوضيح الفكرة إذا جئت بكأس هذا الكأس يمكنك أن تملأه من ماء البحر بمقدار استيعاب هذا الكأس ويمكن أن تملأ نصفه أو ربعه أو ثلثه أو أقل أو أكثر لكن هل يمكن أن تضع كل ماء البحر في الكأس؟ كلا لأن الكأس محدود لا قابلية له في استيعاب كل ماء البحر هو بمقداره الله سبحانه وتعالى لا محدود غير محدود والإنسان محدود فلا يتمكن من فهم حقيقة لا محدود هذا أولا وثانيا الإنسان لا يمكنه أن يدرك شيئا إلا إذا أدرك شبيه ذلك الشيء ثم يقيس ما لا يدركه بما أدركه يعني مثلا إحنا الآن إذا هناك أعمى من الولادة هذا الأعمى من الولادة إذا نريد نبين لحقيقة الألوان هو يمكن يعتقد بوجود ألوان لكثرة ما سمعه من الناس أن الأشياء ألوانها مختلفة يعتقد بالألوان وباختلاف الألوان ولعله يعرف تفاوت صفات الألوان لكنه لا يمكنه أن يتصور الألوان لماذا؟ لأنه من بدء حياته لم يرى شيئا ولم يرى اللون لكي يتصور هذا اللون نعم إحنا الآن نشوف الألوان المختلفة إذا اللون ما شايفي قيل إن هناك لون كذا نسأل هذا اللون شنو هو؟ يقولون قريب إلى اللون الأخضر مثلا فإحنا نتصور ذلك اللون بتشبيهه باللون الأخضر مثلا أو شوية خضار مثلا طوخ أو فاتح وهكذا بعض الأحيان إحنا نسمع ألفاظ تدل على ألوان نسأل أنه زين هذا اللون قريب إلى أي الألوان المعروفة يقال قريب إلى اللون الأخضر أو الأحمر أو كذا أو بين هذين اللونين نتصور الشيء في الجملة الشخص الذي هو أطرش بالولادة هذا لا يعقل أن يعرف حقيقة الأصوات وكذلك الذي فاقد الشامة منذ الولادة هذا لا يدرك حقيقة الروائح نعم يعتقد بوجودها ليس أنهم يعتقد بوجودها لأنه يشوف الناس يشتمون ويذكرون الروائح لكن لا يمكنه أن يتصورها هذا في الأمور المادية البسيطة الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن نتصور حقيقة كلا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه حتى إحنا نقيس الله بذلك الشبيه نقول زيان إحنا ما شايفين الله لكنه شبيه لهذا الشيء هذا الشيء شايفيه فالله شبيه له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلذلك لا يمكن للإنسان أن يعرف كون حقيقة الله زيان هل سأل للإنسان لا يتمكن من معرفة حقيقة كونه ذات الله سبحانه وتعالى فعليه أن لا يخوض في هذا الشيء أنت ما تقدر توصل إلى الحقيقة فلا تخوض في هذا الأمر ليش؟ لأن الذين خاضوا في كونه ذات الله ليعرفوه هذا الخوض سبب لهم انحرافا ليش؟ لأنه الإنسان لا يتمكن فيشبه تشبيه وهذا التشبيه يسبب انحراف الإنسان بأن يصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف لا تليق به بأوصاف لم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بتلك الأوصاف ليش؟ لأن الإنسان إذا فكر في شيء لا يعرف حقيقته راح بالنتيجة يشبه بشيء يعرفه فإذا شبهه صار شبيه لك مخلوق أنت إذا متعرف حقيقة الله إذا تفكر شنو هي حقيقة الله سبحانه وتعالى راح تشبه الله بمخلوق من المخلوقات ولو هذا المخلوق عظيم مثلا فإذا دخلت في التشبيه فإذا دخلت في التشبيه انحرافت لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء الآن إحنا عدنا في بعض أدعياء الإسلام بعض الفرق الإسلامية هؤلاء مجسمة يعني شنو؟ يعني يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم كأجسامنا وله صورة كصورنا والعياذ بالله له عينان بل له أعين وله وجه كوجوهنا نعم لأجل أنه الآية الشريفة ليس كمثله شيء آية محكمة يقولون له وجه يليق بجلاله وهو عبارة متناقضة لأن الوجه إذا كان مادي فهذا لا يليق بجلاله وإذا لم يكن ماديا فهو ليس بوجه وإنما سمي بالوجه مجازا المجسمة راحوا إلى كنه ذات الله لذلك جسموا لأنه أنت ما تقدر تتصور حقيقة الله سبحانه وتعالى فراح تشبه بشنو بشيء أعز الأمور عندك لأن الإنسان يشوف نفسه أفضل المخلوقات وهو بالفعل أفضل المخلوقات إذا سار على المنهج الحق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولقد كرمنا بني آدم زيان الإنسان يعجب شكله فيتصور أن الله سبحانه وتعالى شبيه لشكله أهل الكتاب هكذا تجسيم في التوراة والإنجيل والمجسمة من المسلمين تبعوا أولئك ولم يفهموا لطافة القرآن وحقيقة القرآن وجمال القرآن البلاغي فأخذوا آيات متشابهات وتركوا الآيات المحكمات الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول من هذا الباب باب النهي عن الكلام في الكيفية يقول تكلموا في خلق الله أن تتكلم في آثار وجود الله سبحانه وتعالى أنت أنظر في السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أنت تعمق وفكر في المخلوقات وفي المخلوقات العظيمة عظمة تلك المخلوقات تدلك على أن خالقها أعظم وأكبر من أن يوصف تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله يعني في ذات الله أن تتكلم في أن الله سبحانه وتعالى موجود له صفات كمال منزه عن صفات النقص لكن لا تروح في حقيقة هذه الصفات تبحث لأنك إذا بحثت في حقيقة هذه الصفات لا تصل إلى نتيجة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض حتى الأنبياء الله سبحانه وتعالى يريهم الملك العظيم في السماوات وكذلك نري إبراهيم ملكوت ملكوت صيغة مبالغة يعني الملك العظيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أنت عندما ترى هذا الملكوت الملك العظيم تشعر بعظمه خالق هذه الموجودات ذكرنا أيضا أن الكرة الأرضية هي سيارة وكوكب صغير في المنظومة الشمسية لأن هناك المشتري وزحل أكبر من الأرض بعشرات الأضعاف والشمس هي نجمة صغيرة من مليارات النجوم الموجودة في مجرة درب التبانة هذه المجرة التي نحن فيها نجمة صغيرة من نجومها هناك نجوم أكبر من الشمس بملايين المرات ولكن لبعدها لا نراها إلا بشكل نجمة وقد لا نراها بالعين المجردة لبعدها الشمس فاصلتها عن الأرض ثمان دقائق وثواني بالسنوات الضوئية ثمان دقائق وثواني وأقرب نجمة أربع سنوات ضوئية فاصلتها عن الأرض هناك نجوم أكبر من الشمس بآلاف المرات بل بعض علماء الفلك يقولون بملايين المرات بعض النجوم أكبر من الشمس هذه مجرة وهذه المجرة التي فيها مليارات النجوم والشمس إحدى تلك النجوم هي إحدى المجرات في هذا الكون كم مجرة عندنا؟ يقولون مليارات المجرات موجودة مليارات المجرات وكل مجرة تحتوي على ملايين بل مليارات النجوم إذا الإنسان يفكر في هذه المخلوقات العظيمة يكتشف أن خالقها أعظم منها بل في حديث شريف أن كل الكون العارش وما دونه والعلم الحديث وصل إلى جانب منه لأنه يقولون الكون أوسع من هذا الشيء الذي وصلنا إليه كل هذا الكون مقابل عظمة الله سبحانه وتعالى إذا نريد نمثل فالمثال كما في بعض الروايات لتقريب الفكرة لتقريب الفكرة إذا أنت شفت ذبابة أو بقة هذه البقة طارت في هذه الأرض الأرض مدى كم هي كبيرة هذه الذبابة أو البقة التي تطير على وجه الأرض نسبتها إلى الأرض شنو هي كلا شيء أصلا فكل الكون العارش وما دونه مقابل عظمة الله سبحانه وتعالى أقل من نسبة ذبابة أو بقة إلى الكرة الأرضية لأن الله سبحانه وتعالى لا نهاية له فإذن الإمام الباقر عليه السلام يقول تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله يعني في ذات الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا إذا واحد تكلم في ذات الله وراح فكر في ذات الله يزداد تحيرا ليش؟ لأنه ما يصل للحقيقة لا يمكن أن يصل إلى حقيقة ذات الله فتجي احتمالات في ذهنه وهذه الاحتمالات تزيده تحيرا لأن كلما الاحتمالات كانت أكثر الحيرة تكون أكثر يعني إذا أنت الآن تريد تروح إلى مكان هناك أمامك طريقان أنت تحتار بين هذا الطريق وذلك الطريق إذا صارت ثلاث طرق حيرتك تزداد إذا عشر طرق صارت حيرتك تزداد الإنسان إذا فكر في ذات الله كلما يفكر أكثر في الذات وفي كنه ذات الله لا يصل إلى النتيجة لكن الاحتمالات تتعدد في ذهنه وكلما تعدد الاحتمال ازداد الإنسان تحيرا بل ليس حقيقة ذات الله حتى المخلوقات شنو هي حقيقتها الوجود شنو حقيقتها الآن إحنا نعلم كلما نراه موجود وجوده من أعرف الأشياء لكن حقيقة هذا الوجود شنو هو أجهول حتى العلم الحديث لم يكتشف حقيقة الأشياء الوجود شنو حقيقتها ممعلوم مع أنه من أعرف الأشياء أبده البديهيات الوجود الآن الطاقة الكهربائية نحن نعرف بهذه الطاقة الكهربائية ونشوف آثارها من الإضاءة والتبريد والتدفعة وما إلى ذلك لكن حقيقة الكهرباء شنو هي مجهولة حتى العلم الحديث يقول من أدري شنو حقيقتها الكترونات شنو هي هاي الكترونات من أدري نعم نعرفها عن طريق آثارها إذا الموجودات المادية هكذا إحنا ما نعرف حقيقة الموجودات المادية وإنما نعرفها عن طريق آثارها فالله سبحانه وتعالى اللي هو ليس بمادي وليس بجسم لا يمكن أن نعرف حقيقته نعم نعرف بوجوده وبتحليه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص عن طريق آثاره فلذلك فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيّره في حديث آخر تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله أنت في مساء الاعتقاديات تكلم في كل شيء ابحث عن وجود الله شنو هي الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى موجود نحن فيما مضى ذكرنا مجموعة من احتجاجات الأئمة عليهم الصلاة والسلام مع الملاحدة والزنادق في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى تكلم عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى تكلم عن تحلي الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال أنه عالم قادر حي له صفات ذات له صفات فعل خالق رازق محي مميت وأنه منزح عن صفات النقص ليس بمركب ولا بجسم ولا له نقص من أي جهة من الجهات تكلم في هذه الأمور وناقش وابحث وجادل بالتي هي أحسن لكن ما هي حقيقة ذات الله في هذا الموضوع لا تتكلم لأنه ما تقدر توصل له تكلموا في كل شيء من مسال التوحيد ومسال النبوة والإمامة والاعتقاديات وما إلى ذلك ولا تتكلموا في ذات الله الحديث الثاني عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق يقول أن الله عز وجل يقول وأن إلى ربك المنتهى في سورة النجم وأن إلى ربك المنتهى فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكه هذه الآية الشريفة في سورة النجم وأن إلى ربك المنتهى هذا معناه أن كل شيء ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الانتهاء لمصداقين له مصداقان المصداق الأول ما ذكرته آية أخرى إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن لعبد من عبيده أن يفر عن حكومته فكل العبيد لله سيجمعون في المحشر ويحاسبون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم يجازون على تلك الأعمال هذا مصداق من مصاديق هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى وهناك مصداق آخر المصداق الآخر شنو هو أنه الكلام إذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى فلازم ينتهي إلى ذات الله أنت تكلم قبل ذات الله في كل شيء كما ذكرنا لكن إذا وصل إلى البحث عن ذات الله وعن حقيقة ذات الله فأمسك فهذا هو المصداق الثاني الذي يشير إليه الإمام في هذا الحديث ويمكن أن يكون هذا تأويل للآية بأن يكون ظاهر الآية ويكون تفسير الآية أنه الرجوع إلى الله إلى ثوابه وعقابه وحسابه ويكون تأويل الآية أنه إذا وصل الأمر إلى البحث عن ذات الله سبحانه وتعالى فأمسك إن الله عز وجل يقول وأن إلى ربك المنتهى فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكه وأما الحديث الثالث فهو أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام يقول لمحمد بن مسلم وهو من ثقات أصحابه ومن فقهاء أصحابه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد يعني يا محمد بن مسلم إن الناس لا يزال بهم المنطق يعني الإنسان يجوز الكلام والنطق معهم في أي شيء الناس لعل المراد به هنا العامة أو عامة الناس أن تتكلم معهم إذا لم تكن في تقية في أي موضوع من المواضيع وجادلهم بالتي هي أحسن في أي موضوع من المواضيع حتى يتكلموا في الله إذا وصل الكلام في التكلم في ذات الله لأنهم غالبا مجسمة فهؤلاء يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه أنت بعد من هذا البحث أخرجوا لا تتكلموا معهم ولا تخوضوا في هذا الكلام إلا إذا أردتم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن تشبيههم لكن إذا يريد يتكلم عن ذات الله قل له ليس كمثله شيء وأنه هذا خوض في موضوع منهي عنه لأنه أدى بك إلى التجسيم وإلى التشبيه فإذا سمعتم ذلك يعني إذا تكلموا في ذات الله فقولوا لا إله إلا الله يعني شنو نقول لا إله إلا الله يعني أنطقوا بكلمة التوحيد نتكلم بكلمة التوحيد إحنا معكم نتكلم في مسائل التوحيد في مسائل النبوة في مسائل الإمامة في الفروع الفقهية أي نقاش أدنى معكم في ذلك تتكلم في أن الله سبحانه وتعالى هل من صفته كذا أو ليست من صفته كذا نتكلم معك نتكلم معك بأن صفات الله على أقسام صفات الذات وصفات الفعل مثلا ونبين لك فروق هذه الأمور إذا تريد نبين لك دليل وجود الله سبحانه وتعالى لكن إذا تسألنا عن حقيقة ذات الله جوابنا أقول لك نحن لا ندري ولا يمكننا أن ندري حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى الله يعلم حقيقة ذاته لأنه عالم بكل شيء أما إحنا لا نعلم زي الآن إذا ما أدري الحقيقة ولا تتمكن أنت من الوصول إلى الحقيقة فعلى أي شيء أناقشك أنا لا أعلم ولا تعلم أنت أيضا فأناقشك على شنو نعم أناقشك على أن الله سبحانه وتعالى حقيقته غير قابلة للإدراك إيه أناقشك في هذا ولا يحيطون به علم نذكر لك هذه الآية أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بحقيقة ذات الله لا يحيطون به علم من جهة العلم لا يتمكنون أن يحيطوا بذات الله سبحانه وتعالى نذكر لك الأدلة العقلية نذكر لك الأدلة النقلية أما أنه نجي نخوض معك في تلك الحقيقة التي لا نعلمها نحن ليس في وجود الله إذا نجهل هذه الحقيقة لا نخوض في الحديث فيها حتى في الأمور المادية إذا أنت سألوك عن شيء لا تعلمه وما تجي تتناقش في ذلك الشيء وأنت لا تعلمه تقول لا أدري وفي المثل لا أدري نصف العلم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء نطيك القاعدة العامة مثل الله ليس بشيء أنت تريد تخوض في ذات الله راح تشبه بغيره لأنه أنت ما تدري حقيقة ذات الله وأي حقيقة مجهولة إذا الإنسان يريد يعرفها يشبهها بحقيقة معلومة لكن الله ليس كمثله شيء فلا يمكن لك ولا لغيرك أن تعرف كونه حقيقة ذات الله فالمقياس ليس كمثله شيء شنو هي حقيقة ذاته لا ندري فلماذا نخوض معك في هذا الأمر فنسكت كما في الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولو شأن نزول هذه الآية في ناس كانوا يستهزئون بالله وبالرسول وبالقرآن فالله سبحانه وتعالى يقول أعرض عنهم لكن معنى الآية عام أي شيء منهي عنه منهي عنه الخوف فيه فأنت أعرض إذا هذا الإنسان ده يدخل في موضوع وفيه تشبيه لله سبحانه وتعالى أعرض عنه أو أرشده أنه هذا البحث وهذا الكلام خطأ من أساسه تعالي احنا نتكلم في عظمة الله سبحانه وتعالى تعالي نتكلم في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه بخلقه تعالي نتكلم في أمور بيّنها لنا القرآن بيّنتها لنا السنة بيّنها لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يدركها العقل الذي ارتبط بالواحي وليس العقل المجرد نتكلم في هذه المواضع ولكن لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى بعدين في الحديث الرابع يأتي الإمام الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يبين مضار الجدال في ذات الله سبحانه وتعالى ويبين مضار التفكر للوصول إلى كنه وحقيقة ذات الله أربعة مضار يبينها الإمام الباقر سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر